بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنبدأ النهاردة اول فيديو معنا في الكورس بتاعنا بتاع كورس التصميم المنشيات الخالصانية المسلحة دعالا نتكلم الاول عن كلمة design يعني كلمة design design عبارة عن حاجتي اول حاجة هلا بحدد المواد اللي هستخدمها في الحاجة اللي انا بعمل لها design تاني حاجة بحدد ايه ابعاد مش فاهم برضو انا دلوقتي بعمل design مثلا لبيت فبحدد المواد اللي هستخدمها في البيت دي سواء كانت انواع الخرصانة اللي هستخدمها للتسليح هحدد ابعاد سمك البلاطة الخرصانية سمك العمود وبرجع افصلهم مع بعض بشكل معين ليه عشان المبنى بتاعي دوت يقدر يتحمل الاجادات الموجود عليه تمام تمام طيب الخرصانة بتاعتي دي اصلا بتتكون من ايه بتتكون من ركان كبير اللي هو الزلط وركان صغير اللي هو رمل ومية واسمنت واضافات طيب اضافات دي امتى بستخدمها بستخدمها في زروق معينة بس تمام عندي يهمني في الخرصانة تلات حاجات لازم اكون عارفهم اول حاجة فسيو يعني ايه فسيو دي رتبة الخرصانة طيب مش فاهم برضو يعني رتبة الخرصانة الكوت بيقولك ان هي قيمة اجهاد الكسر لمكعب قياسي من الخرصانة يعني قياسي قياسي يعني لغة ابعاد ستاندرد على مستوى العالم كله طب هي كام اصلا المكعب القياسي ده خمستاشر في خمستاشر في خمستاشر صمتي طيب طب هو ثواني دي وقت بيقولي قيمة اجهاد الكسر يعني انا هجيب مكعب واعرضه الاجهاد واشوف امتى هيكسر قيمة الاجهاد ده هو الاف سيو لأ غلط طب انا ممكن اجيب مكعب انا لسه صب مبارح ممكن اجيبه صبه بقاله يومين بقاله اسبوع الكوت قالك ايه قالك بعد تمانية وعشرين يوم من الصبب يعني قطرة الليه الشك زمن الشك النهائي يعني من الاخر الاف سيو دي عبارة عن ايه قوة تحمل خلاص انا تاني حاجة معنا حاجة اسمها الاف سي تي ار دي عبارة عن ايه دي عبارة عن اقصى مقاومة للشد في الخلاصانة زي ما احنا عارفين طبعا ان الخلاصانة بتشيب ضغط والحديد بيشي ليه بيشي الشد طيب يبقى انا عندي لو حردت الخلاصانة بتاعتي اللي شد اكبر من الاف سي تي ار هيحصل ايه خلاصانة بتاعتي ايه هتشرخ تمام طب ايه القنون بتاع الاف سي تي ار دوت قالك ان الاف سي تي ار بتساوي بوينت ستة اكس جزر اف سي او تمام تارت حاجة يهمني اعرفها الاي ايه يعني ايه معاير المرونة اللي هو عبارة عن ستريس على ستريم طيب الايه بتساوي ايه اربعة تلاف وربعمية جزر اف سي او طبعا الوحدات للايه والاف سي تي ار والاف سي او نيوتن بر مليميتر سكوير تمام كده تمام احنا قلنا دلوقتي ان الخلاصانة بتشيه ضبط والحديد بيشيه شد طيب يعني انا لما اجي احط حديد التسليح في الخلاصانة احطه فين في الاماكن اللي فيها شد طب تعالوا مع بعض كده نبص لو عندي وعليها اللوت بتاعي المومنت بتاعي يبقى شكل عامي ازاي تايبها كده طيب معانيا ان انا لو حطتها كده بشكل ست دي لسه متعرض ليه متعرض للشد طب وراس السه متعرضة لضغط لو جيت ارسم القطع عشان اشوف شكلها ادي شكل القطع بتاعي المومنت جاي كده فهلاقي المومنت شكله عامي كده طيب يعني كل ده خلاصانة بس الحديد احطه فين احطه في منطقة الشد يبقى انا لو حبيت ارسم شكل الكاميرا اهي مسلا واحط لحديد تسليح احطه في منطقة الشد تمام طيب تعالوا ناخد شكل القاميرا تانية لو عندي بيم وسكنتليبر وعليها برضو المومنت بتاعها اهوت شكل المومنت هيبقى من هنا كده ومن هنا كده طيب فين المنطقة اللي عليها شد هنا تحت طب المنطقة عليها شد في دوت فوق طب تعالوا ما نجرب نشوف شكل التسليح بتاعها شكل التسليح هيتحط فين هنا هاجه بص المكان اللي بيقى في المومنت اهوت التسليح هنا هيتحط تحت لانها مطقت شد يبقى يتحط هنا طب هنا الشد فين وانا فوق يبقى يتسليح هيتحط هنا تمام نبصوا على شكل تاني لو عندي بيم وسكنتليبر المومنت بتاعها هيعمل كده فين مطقة الشد في السكشن ده تحت في السكشن ده فوق في السكشن ده فوق طيب تعالوا نرسم ايه الشكل بتاعها هاجه بص المومنتو بيقى فين هنا الشد تحت يبقى حديد التسليح هيتحط تحت هنا طب هنا الشد فوق حديد التسليح هيتحط هنا وهنا الشد فوق يبقى حديد التسليح هيتحط هنا فوق تمام كده سهل خاص طيب نشوف شكل المومنت تاني لو قلنا برضو عندنا بيم وسطو كانت ليبر بس المومنت اللي هنا ما كانش كان كده شكل التسليح يبقى عامل ازاي ادي شكل الكاميرا هلاقي ان التسليح بتاعي في منطقة الشد كل دي منطقة شد فانا بحط التسليح بتاعي كله فوق طب احنا في التصميم فعلا بنامج كده لا احنا بنحط اه طبعا كله فوق بس بنحط كمان مني مني من تحت عشان لو المومنت تتقلب بيبقى احنا واخدين السفتي بتاعي تمام تمام هيبين نو راجع مع بعض كده شوية اشكال المومنتات قدي دي سامبل بيم عليها دستربيوتد لود دا بيم تمام تمام وطول البيم بتاعتي ايه المومنت هايبقى عليها اعمل ازاي هيبقى بوراولا كده قيمتو WL تربية على التمجن طيب لو عندي كاميرا وعليها تكون خلي بقى بقى عشان هنا ايه اشكال المومنت بتختلف الطول ها L هنا L على الاثنين وهنا L على الاثنين بشكل المومنت هايبقى عامل ازاي بيما هي عادية بس المومنت بتاعنا بيبقى خطه مستقيم كده طيب قيمتو هنا ايه قيمتو بي L على الاربعان طيب افرد على عندي كاميرا عليها كونسنتريتد ودستريبيوتد سوا المومنت بتاعنا يبقى عامل ازاي برضو هنا L على الاثنين وهنا L على الاثنين خلينا نبص هنا النقطة هنا اللي في النص كانت متعرضة ل WL تربية على تمانية النقطة هنا اللي في النص كانت متعرضة ل WL على الاربعة طب لما يكون اللي اتنين مع بعض يبقى النقطة اللي في النص المتعرضة ليه ل WL تربية على تمانية ذات بL على الاربع طيب اوصل بقى خط مستقيم ولا كيرف خط مستقيم لما ما يكونش عندي فيه تغير في الفورس هنا هنا كان عندي تغير كان فيه فورس على طول ال L او ال L على الاثنين هنا مفيش طب هنا لعندي تغير بقى هتطلع منها كيرف هجي اوصل ما بيندي كده خط منقط خط منقط وارسم الكيرف بتاعه تمام كده؟ تمام ناخد شكل تاني افرد انا عندي simple beam بس ال concentrated load بتاعي ما كانش في النص كان متقسملي علي على بعضين اللي واحد والتنين ساعتها ايه النظام؟ نبصوا مع بعض هنا ده هسميه R واحد واحد وهنا هسميه R اتنين المومنت هنا بيساوي ايه؟ مش هعرف طب انا ما عنديش اصلى الرياكشنات هجيبها ازاي؟ تعالوا نفكر مع بعض لو جينا اخدنا المومنت هنا مشان هلغي الرياكشن كنين وهيطلع لي الرياكشن واحد تعالوا ناخد المومنت هنا نسمي دي ايه؟ نسمي دي بي ناخد السجما المومنت بي بيساوي R واحد فل كل دي على صاني معاش R واحد ناخص كده انا انسعتها المفروض ان السجما دي بتساوي زيلو بي انا جبت ايه؟ R واحد طيب استفد ايه برده انا عايز اجيب المومنت اللي في النص هنا لو جيت ابصت ادي الكاميرا اهي؟ في قد النقطة اللي عليها البي جبت خلاص R واحد وجبت R اتنين المومنت اللي هنا هيبقى كده وقيمتوا R واحد في المسافة دي ايه؟ اللي هي L واحد بتساوي R واحد اللي واحد طيب هل انا لازم ابص ال R واحد بس؟ لا انت ممكن تبن هنا بس ساعتها المومنت هيساوي R اتنين اللي اتنين العصر بتبسس ازاي؟ طيب افرد انا عندي سامبل بيم وعليها 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 برضو مش في النص قيمتوا بي هنا تمام؟ دي ال واحد ودي ال اتنين طيب نفكر مع بعض ازاي اجيب R واحد و R اتنين زي ما عملت هنا بالظبط هقدر احسب ايه؟ هاخد المومنت هنا واحسب لي R واحد بتساوي كان و R اتنين بتساوي كان طيب عايز اخد المومنت هنا بقى المومنت هنا عبارة عن ايه؟ نجيب اللوم تاني كده احمر مفروض ان الدستريبيوتر اللوت دوت قدر احاوله في نص القامر هنا يعني ممكن اقول ان ده ال واحد المومنت هنا عبارة عن ايه؟ المومنت هيساوي R واحد في ال واحد نقص شوف دي بتلف كده ودي بتلف كده يبقى عشان كده عكس الاشارة W في ال واحد في نص المسافة نص المسافة دي ليه ايه؟ ال واحد على الاتنين يبقى المومنت بتاعي ايه؟ R واحد ال واحد نقص W ال واحد تربية على الاتنين سهلا خالص ايه طيب نشوف شكل المومنت مختلف تاني تخيل عندك بيم وستو متعرضة متعرضة لدستربيوتد لود كنتو دبا الشكل المومنت هيبعليه ازاي؟ احنا قلنا لما كانت سيمبل كان WL تربية على التمنيه هنا هعمل ايه؟ هاجه بوصل على كانت ليفر اول المومنت بتاعي كانت ليفر زي ما هم حافزين دايما WL تربية على الاتنين قدير ترسم ايه؟ المومنت بتاعي كانت ليفر طب ولي في النص باجي اعمل ايه؟ باجي ارسم خط من لقط كده ما بين واجه في النقطة اللي في النص المفروض ان دي تعتبر كأنها سيمبل بيم دلوقتي سيمبل بيم يعني ايه؟ يعني مومنت بتاعها WL تربية على التمنيه يبقى انا مفروض هنزل من هنا مسافة WL تربية على التمنيه ويه؟ ووصل طيب هي فين ال 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 انا احسب من هدية هي دي ال ال بتاعتي مش هحسب بقى للقاميرا كلها انا اطورت دي كامل بيم بحسب لها لوحدها سهلا ايه مفاش مرشاكل طيب في حاجة دايما كنا بنشوفها في ال ومكملة معانا انترميديت هنج دي يعني ايه انترميديت هنج؟ مفصلة انش ايه تخيل كده دي بتبع برعا عن ايه؟ ادي كاميرا مثلا ودي كاميرا تاني الحتة اللي في النص دي هي دي شكل دي ايه؟ انترميديت هنج بتبع برعا عن كاميرا سند على كاميرا تانية يعني تخيل لو عندي حاجة عاملة كده من هنا فكسلت هذه انترميديت هنج ودي هنجت ساعة هتبع عنها ازاي؟ لما اجفصلها دي بتتحول ايه؟ الهنج بقيت هنج من هنا وديت هنج من هنا دي كانت ضغط على دي فلما اشيلها هيتحول الرياكشن بتاعها الايه؟ من فوق يبقى الرياكشن بتاعها هنا واعكسه على الناحية التالي لين حاجة اللي بقى عندي توزن تمام كده؟ تمام في حاجة كنا دايما بنتلوط فيها هل راجعها مع بعضينا دلوقتي موضوع كاميرا ميزا افرد انا شكل بتاعي اعمل كده دي دي ودي اللي داش طب هي الحالة دي بتشوفها يمتى بتشوفها لما يكون الحمل بتاعي السلم حمل السلم بيبقى محطوط على حاجة زي الرمب ميلة بس هو تجاهه رأسي لتحت طب ساعتها المومنت التاعها بيبقى عامل ازاي؟ المومنت التاعها هيبقى عامل كده طيب كانتو بقى الحمل اللي قولنا تجاهه ايه؟ رأسي لتحت بس ماشي على المال يهمني ساعتها الطولين اللي اللي داش يبقى دا بيب في اللي داش على التمانية طيب افرد كان شكل بتاعي عامل كده دي بنشوفها امتى؟ بنشوفها ده عبارة عن حمل الشخص اللي واقف على السلم يعني تخيل او رم تخيل انت كده رم بالعربيات وانت واقف عليه هلا؟ انت هتقف كده؟ ولا هتقف كده؟ هتقف كده يبقى تجاهك عامل بتاعك التجاه ايه؟ رأسي التحت وبتقف ازاي؟ بتقف على ال ال مش ال ال داش لانك لو قفت على ال ال داش هتقف ساعتها الشكل الموم انت عامل ازاي؟ نفس الشكل بس هيبقى W L تربية على التمانية طيب طيب تالت حاجة افرد دستربيوتد عامل كده الدستربيوتد اتجاهه على ال ال داش وتأثيره على ال ال داش ساعتها الموم انت بتاعه يبقى عامل ازاي؟ هيبقى W L داش التربية على التمانية ودي بنشوفها امتى؟ لو عندك سطح البيت ميل وبيأثر عليه قوى الرياح هنكامل ان شاء الله الحلقة الجاية وندخل في الماكسما الماكسما المومنت ومكسما الماكسما المشير ونشوف حالات التحميل معيها شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة